القنبل الهيدروجينية تزيد قدرتها بمئة ضعف مئة ضعف عما أقول قيام على نقزاكي وهرشيما من حيث القدرة التدميرية لكن الآن القنابل الهيدروجينية توقف العمل بما يسمى التجارب لها نتيجة للمخاطر الكبيرة لها يعني للروسيا في عام 1964 قامت بإجراء التجربة تبخرت معه ثلاث جزر كاملة عن سطح الأرض وكما تفضلتم في التقرير الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1954 قامت بإجراء تجارب أيضا على القنبل الهيدروجينية أثرت بشكل كبير على جزر هواي وبالتالي نحن نتحدث عن قدرة تدميريها إلى مما جعل كثير من الدول يطالب بتحريم استخدام هذه القنابل أو اقتناها أو تصنيحها نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر